ما يحدث في شمال قطع غزة هي مجاعة حقيقية بسبب منع الاحتلال لدخول أي مساعدات أو أي مقومات للحياة نحن نتحدث عن عدم توفر أي من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن من طحين ومن معلبات ومن أرز وكل شيء أساسي للاستمرار في الحياة أصبح الآن غير متوفر نهائيا في شمال قطع غزة نتحدث عن أسعار مرتفعة جدا نتحدث عن ندرة في المواد حتى الأعلاف التي كانت تستخدم من أجل الغذاء ومن أجل سجوع المواطنين أصبحت الآن غير متوفرة نحن نتحدث عن كارثة في شمال قطع غزة في ظل هذا الجفاف وهذا النقص الكبير عند المواطنين وعند الأهالي في ظل منع الاحتلال وتعنت الاحتلال بعدم دخول أي مساعدات هنا في شمال قطع غزة ما يحدث أكرر ما يحدث هي مجاعة حقيقية نحن الآن نعيش في مجاعة حقيقية هنا في شمال قطع غزة لا يتوفر أي مقومات للحياة